قد يعقل أن تعتمد الدعايات الانتخابية على وقائع يتم تطخيمها لكن غير المعقول والفضيحة أن تعتمد الدعاية الانتخابية على الكذب والأوهام رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي يتجاهل مصائب العراق وبلغة المنفصل عن الواقع يقول إن العراق يسير بالاتجاه الصحيح وقطع شوطا كبيرا في مكافحة الفساد ويبشر الأجيال القادمة بالرفاهية من خلال إنشاء صندوق الأجيال بمعنى آخر ادخار الأموال لإنفاقها أوقات الأزمات وإن كانت هناك أزمة تستدعي تدخلا عاجلا فأي أيام أصعب على العراقيين مما هم به الآن صندوق الأجيال في ظل العقلية السياسية الحالية هو باب جديد من أبواب الفساد وذلك من خلال التغطية على ضياع الأموال بذريعة ادخارها واتباع سياسة التقشف لكن ما لم يخطر في بال الكاظمي ويحاول تقليد فكرته دون جوهره هو أن الدول المتقدمة تعتمد صندوق الادخار وهي في حال رفاهية وانتعاش اقتصادي تحسبا لطوارئ والأزمات أما أن ينشأ في بلد يفتك الفقر بشعبه وتدفع البطالة أبنائه إلى الانتحار فذلك هو الفشل الإداري ورغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن نحو ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر بحسب إحصائية رسمية وتعتبر محافظة المثنى الأولى بأعلى نسبة فقر في البلاد تصل إلى 52% وتليها الديوانية بـ 48% وميسان بـ 45% ثم ذيقار بـ 44% أعيدك بالغد الأفضل وأتركك للواقع الكارثي احتيال الحكومي لم يعد ينطل على الشعب العراقي الذي مل هذه الوعود منذ 18 عاما ترجمة نانسي قنقر